في الجهة الغربي لمطار النيرب العسكري والمصنع 411 وكما تشاهدون يقع على مساحة واسعة من الأراضي وكما تشاهدون هدموا المنازل وهجروا الأهالي وتسللوا في جنح الظلام لكن جيشنا وقوات المسلحة كانت لهم بالمرصاد دمرتهم وقتلتهم وأجبرتهم على الهروب من هذه المنطقة لا يستطيعون أن يبقوا في هذه الأرض الطاهرة لأن قوات المسلحة عاهضت الله والوطن والقائد على أن تطهر هذه الأرض من دنسهم طبعاً الآن نحن ببناء المرندي هذه كانت بالنسبة للمسلحة عبارة عن القلعة الحصينية بالنسبة لهن كل أنواع الأسلحة كانت متوفرة عندهم هذول كثيراً بواسل مصنع 411 بواسل جيش والقوات المسلحة بعملية نوعية قاموا فيها قاموا بتحرير هالمكان هذا من رجز هالأرهابيين هذول وطهروا المكان بكامل وهلا المكان آمن على مد النظر مشاهدين كرام نحن الآن داخل مستودعات الزيوت هذه المستودعات الضخمة المناسقة تماماً لمطار النرب العسكري طبعاً كما تتابعون معنا أثار الدمار والخراب الذي لاحق بهذه المستودعات جراء حرقها بالكامل بمحتوياتها من قبل عناصر المجموعات الإرهابية المسلحة هو انتصار جديد ينضم إلى قائمة انتصارات بواسل قواتنا المسلحة على أرض محافظة حلب حيكرم القصر وهؤلاء الأشاوس نمسح وجوهنا بالترابي على بزاتكم وننحني لكم شادي حلوي التلفزيون العربية السوري حيكرم القصر حلب شكراً لك شادي أما في درعة قال مصدر عسكري إن وحدة